انينا على شرائك المنتجات الاصلية من بويا وتلاقي نفس المربع ادوية يا شباب اول ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معاكم محمد جابر وفي فيديو جديد فيديو النهاردة شباب هنعمل انبوكسنج لمايكروفون بويا بي واي ام وان بس قبل بقى اتكلم في كل التفاصيل اتمنى منك ان انت تنزل تام سابسكرايب في القناة وتام وتفعل جرس الاشعارات اهما حاجة اشير الفيديوهات الجديدة هتوصلك اول باول تنساش لك لفضوة صاحبي لو عندك اقتراح او اي استفسار اكتبولي في كومنت وهسيب لكم رقم الواتساب بتاعي في صندوق الواتس اه في صندوق الواصف يا شباب بعد بصوا بقى شباب دلوقتي احنا هنعمل انبوكسنج لمايكروفون بويا بس قبل ما هنعمل الامبوكسنج اللي هنعمل له انبوكسنج النهاردة يا شباب ومايك صديقي محمود حسن صاحب قناة سيب لكم لينك قناته في صندوق الواصف اتمنى منكم انتم تدخلوه وتشوفوه محمود طبعا كان عايز يطور من ادوات الصوت عنده وقال ان هو يشتري مايكروفون فأنا نصحته بمايكروفون بويا واول مايك ما جاء جابهولي عشان اعرف له المايك ده اصلي ولا تقليد بس بقى النهاردة كل حاجة انا عرفها مع بعض وهنشوف علبة المايك والحاجات اللي بتيجي مع المايك وهنشوف كل حاجة عن المايك وحاليا هيا شباب انا بسجل بالمايك الاصلي لكن اللي انا بسجل به ده ده يوضي المايك بتاعنا لكن اللي ف picnic هو المايك بتاع محمود هنعمل له الانبوكسنج وهنخش على موقع بويا نشوف كل اذا كان المايك اصلي ولا تقليد ولقدر لو اطلع المايك تقليد هنعرف ازاي ان احنا هنتصرف. يلا بينا بقى نشوف الفيديو وانا عارف ان اطولت عليكم. يلا بينا نشوف الفيديو. طبعا دلوقتي بقى يا شباب دوت طبعا المايكروفون. هنفتحه ونشوف لكن طبعا ديت يا شباب دي قلبت المايك اللي هو بسجل به حاليا. فنشوف بقى قلبت المايك دوت ونشوف بتاعه. اول حاجة دي طبعا الكيس الجديد بتاع شركة سوق. وهتلاقي عليه اللازق ديت طبعا. وهتلاقينا بقى كل المواصفات وكل حاجة مكتوبة عن المايك هنا. تعالوا نفتح بقى المايك. طبعا يا شباب انا يعني اي حد اشتري اي حاجة من شركة سوق لان سوق بجد شركة محترمة جدا وشركة معروفة وكل حاجتها كويس. حتى انا كمان لما جبت المايك وطلع تقليد جبت المايكروفون قبل كده وطلع تقليد رجعته وكل الفلوس بتاعتي رجعت في الحساب بتاعي على طور. هنفتح بقى هنا المايك. طبعا يا شباب يعني الكيس بتاع شركة ده يعني انصحكم ان انتم تحتفظوا بيه. والشركة كمان بتتذكر باعتشر يوم لو انت حابب ان انت مسلا ايه? ان انت ترجع في السلعة او لو السلعة مسلا تلفة او مش عاجبك او فيها اي حاجة تقدر ان انت ترجحها. بعرفوك يا شباب ان ما برواكش ابدا لشركة سوق ولا بعمل لهم اعلان. طبعا زي ما انتم شايفين هو ده العلبة ايت. هي دي طبعا العلبة مغلفة كويس جدا الشباب وطبعا فيها هنا كارت من شركة سوق ومكتوب فيها هنا شوات حاجاتهم ملزوقة. هنفتح العلبة كده. طبعا كل حاجة بتيجي مع المايك او مع العلبة الخارجية اللي بنعينها. بنحتفظ بها طبعا لحد ما يعد ربعتشر يوم ونتأكد ان المايك كمان اصلي. هوت يا شباب كل حاجة قدامكم. وطبعا لسه هنخش على الموقع عشان نعرف المايك اصلي ولا تقليق. فالفيديو ده مهم جدا يا يا شباب عشان تعرفوا من خلاله كل حاجة عن مايك بويا. وكل حاجة طبعا انا بورها لكم عملي. طبعا العلبة متغلفة كويس جدا عشان بحيس انها لوعت ما يحصلش اي حاجة. بصوا هنا بقى يا شباب انا كنت الكلام اللي انا اقوله النهاردة اعتبر انا شرحته قبل كده في الفيديو اللي فات. قلت يا شباب ان هنا لو انت جيت هنا ركزت على كلمة ايات يا شباب لانا بشاور لكم عليها. ايات يا شباب انا قلت قبل كده. النية لو كابتل يبقى المايك اصل. وهنا قدام النية كابتل. يبقى المايك ده من غير اي كلام اصلي مية في المية. وطبعا هنا هنشوف ده الكود. ده الكود اللي احنا هنخدشه دلوقتي هنشوف من خلاله المايك. طبعا يا شباب زي ما قلت لكم اقول لكم المرة التانية اوات لالا ربعة واربين ديات اصل. ايه بمعنى كده ان المايك اصلي لانها كابتل هتلاقي هنا وتحت. كده ده المايك اصلي مية في المية هنروح بقى على موقع على الكمبيوتر ونخدش طبعا اول حاجة. هنخدش ده كده. طبعا بضفرك باي حاجة كده اوات. هيزال لك هنا الكود. طبعا الكود ده هنخش نتأكد ان المايك اصل من خلاله. واول ما نخش يا شباب على موقع بويا كل ده حاجة طبعا هورق لكم على الكمبيوتر. اول ما نخش ونبحث باستخدام الكود ده يا شباب هنلاقي ان الكود اللي قدامنا دوت بالمربع اللي في الاركام ده هنلاقيه ظهر بنفس الشكل في الكمبيوتر. طبعا انت تقدر ان انت تعمل كشف ده من خلال الكمبيوتر او الموبايل. تعالوا بقى الوقت نشوف الكمبيوتر والروح نعمل كشف للمايكروفون عشان نتأكد اكتر. رغم طبعا ان انا متأكد بنسبة مئة في المية ان المايك ده اصلي من غير كلام. طبعا دلوقت يا شباب انه فتحت الكمبيوتر وهنروح بقى نعمل الاختبار عشان نشوف المايك اصلي ولا تقليل. هنروح دلوقت يا شباب للكمبيوتر سانيا اسا عم نفتح برنامج التسجيل. برنامج التسجيل كفتح يلا يا شباب بقى نروح هنا هنروح للكمبيوتر وهنخش على متصفح جوجل كورو متقدر ان انت تعمل كل ده من خلال الموبايل برضوك. وهتكتب بويا بالعربي او بالانجليزة اي حاجة انت عايزة تكتب بويا. وبعد كده دوس باحس. هيفتح لك بقى هنا الموقع الاصلي بتاع الشركة بويا طبعا دي اه دي الموقع بتاع سوق. هلاقينا الموقع اوات يا شباب مكتوب اوات بويا. هتلاقي مكتوب هنا دابيو دابيو دوت بويا مايك دوت كوم. هنضغط عليها كده. وبعد كده هنشوف ان احنا ازاي بقى. اول ما هتفتح معاك كده هتفتح طبعا باللغة الانجليزية. او ممكن ان انت تتحولها للمترجم باللغة العربية كده. نضغط على اللغة العربية. وبعدك هتروح لكلمة الدعم. وممكن تلاقيها مكتوب عندك ساببورت. تمام كده? اوات هتضغط على كلمة الدعم او ساببورت. وبعد كده بقى هتنزل التحت كده. اوات. طبعا ثانيا لسه يا شباب لانه الصفحة لسه بتحمل. وبعد كده هتروح هنا يا شباب اوات في الاول خلاص هتلاقي مكتوب الرمز الحماية. هتضغط على كده. وبعد كده هيفتح لك الصفحة دي. هتضغط هنا كده بالزبط وبعد كده هتكتب الكود. الكود اوات يا شباب. طبعا الكود ده هتلاقي زهر لكم عنده كود دلوقتي. نفس الكود هكتبه واكد لكم برضو اللي هو نفس الكود. وهعط لكم صورة يا شباب للعلبة ديت. عشان بس نتأكد. هنكتب هنا اوات يا شباب. طبعا الكود هنا اتنين خمسة تسعة. كده يا شباب كتبت الكود. بعد كده هنضغط على كلمة استعلام. هوات يا شباب. بعد هنا كتب لك هوات يا شباب زي ما انت شايفين هوات. تهانين على شرائك المنتجات الاصلية من بيع. وتلاقي نفس المربع ده يا يا شباب هوات. هيزهر لك دلوقتي على شاشة الكمبيوتر بنفس الكود بنفس الكلام. هتلاقي نفس الكلام اهوت يا يا شباب بنفس الكود نفس الالوان كل حاجة. هتلاقي هنا برضو كل حاجة هنا موجودة. رقم تلاتة برضو هنا معمول عليه خط كابل اللون البرتقاني والرقم سبعة عليش اخباطك باللون الاحمر ورقم اتنين عليه خط باللون الاخضر ورقم تمانية ما علوش اي حاجة. وولي ان هنا المايك اصل. كده يا شباب مبروك علينا المايك ده طلع اصل يا شباب واسيب لكم لينك شرائه في صندوق الاصف. كده المايك مفوش اي كلام. طيب المايك مسلا لو انت جيبته وعملته كل دوت وطلع انه هو تقليل. تتصرف ازاي? ده اللي اقول لكم في اخر الفيديو بس تخلكم معنا عشان نعمل المايك ونشوف كل حاجة عن المايك دلوقتي بالتفصيل. بعد يا شباب بقى ما فتحنا المايك اه ما فتحنا الموقع وتأكدنا. هوريكم كمان كل حاجة يا شباب. نفس اللي ظهرت قدامكم على الكمبيوتر يا شباب. يا شباب كل حاجة تقدروا ان انتم ترجعوا الصورة وتشوفهم نفس الكلام ولا لا. تعالوا بقى نفتح لقلب يا يا شباب ونفتح لقلب عادي جدا. طبعا لقلب عشان لسه اول مرة فاتل. لقى تفتح بصعوبة شوية. يا شباب هتلاقي هنا الجرابة يا شباب كل حاجة جيه لك دلوقتي. دي الجرابة يا شباب. تلاقي برضو الكلام اللي عليه مطبوع. مش خياطة. تعرف كده ان المايك ده كده اصلي. وهتلاقي ده كارت الضمان بتاع المايك. وده طبعا المعلومات كلها تلاقيها في الورقة دي. تقدر اي حاجة طبعا ممكن تحصل معاك تقدر ان انت تشوفها من خلال الورقة دي. بس العلبة كده يا شباب ما عادش فيها اي حاجة تاني. هنالك الحاجات دي كده. ونشوف بقى العلبة. العلبة زي ما قلت لكم انها بتكون هنا حفر مش خياطة. لو ليتها حفر تعفو ان المايك ده اصلي برضو. طبعا هتلاقينا الخمات كل حاجة جودتها كويس. هتلاقينا المايكة اوات. ده طبعا المايكة يا شباب والسلك بتاعه طوله ستة متر. وهتلاقي هنا جاي معها ديت طبعا بتكون ضد الرطوبة بس ديتها الحال لوقتي ما عرفتش هبتستخدم ازاي. فادية ما تستخدمهاش لانها ممكن تكون مادة سامة. فادية هنبركينا كده يعني بركينا في العلبة وما لاش استخدام يعني ما باستخدمهاش. طبعا الجرام ما عادش فيها اي حاجة تاني. هنفتح بقى الكيس ده ده اللي فيه الاكسسورات بتاعة الماي. طبعا بتفتح كده بقى. اهو. تلاقي عندك هنا كيسين. كيس في قلبه الماشبك. ده نركنه. وبعد كده هتلاقي في جاك. عشان لو هتوصله فيك طبعا كاميرات بتستخدم الجاك دوت. او لو هتوصله على كارت صوت. وهتلاقي عندك كيس تاني في قلبه الحجارة اللي هي البطارية. وهتلاقي في كيس في قلبه وهتلاقي طبعا البوب فولتر. البوب فولتر اواتي يا شباب. طبعا دي بيكون حاجة ضعيفة جدا فانت تخلي بالك وانت بتستخدم الحاجات دي هي. هنبدأ بقى ان احنا نركبهم. تركيب الحاجات ده كلها سهلة. هتفك اول حاجات دي كده. وبعد كده بقى هنا يا شباب حاجة عايز اقول لكم عليه. لازم تركز هنا كويس وانت بتركب البطارية. لان فيه غلطة نغلطها بالكده بوزت للمايك. هتبدأ ان انت تجيب ده ببوس او بضاف ركة وتطلع فينا قطعة يعني زي القماش كده هتطلعها. فالقطعة ديت يا شباب لازم تطلعها وتحطها بالراحة جدا عشان ديت ممكن تبوز لك المايك. طب هتبوزه زي الحتة ديت لو انت ما زبطتهاش وانت بتلف الجزء ده كده عشان ممكن ان هي تقطع ولو تقطعت طبعا هتلاقي المايك مش ممكن ما يفتحش معك تاني. فانت لازم تطلعها هنا. طبعا يا شباب هنا هنا مش هسر على الفيديو ولا هعمل اي حاجة عشان تشوفوا كل حاجة بالتبصيل. بعد كده بقى هتجيب البطارية دي كده. طبعا في الاخر هنشوف صوت المايك ونعرف زي صوت المايك اللي هي مسجل منه على فكرة المايك بتاعي اصلي. وهتبدأ بقى ان انت هتركب دي كده. طبعا يعني هتركب الحجرة بالشكل ده كده. دي هتكون عند الجزء اللي هو في السسطة. الحتة دي. دي طبعا الموجب ودي السالب. وهتبص طبعا في المايك عشان تشوف الاجزاء الموجب بقول لك الموجب هيبقى ناحية فوق. والسالب ناحية تحت ده طبعا الموجب. يعني هتركب بالشكل ده كده. بس هتركبها طبعا بالراحة. طيب في الناس هتسألني يا القطعة ديت لازمتها يا القطعة ديت لازمتها ان انت لو حبيت ان انت تخلع البطارية بتشدها كده. بعد كده بقى شباب اتطرف في ضيارة تدخلوا كده عادي وطبعا ما تجي ان انت تفكر البطارية هتبدأ ان انت تخرجها باستخدام دبوس. هتدخلها كده. عشان بس ايه مش عايزنا تشبوك مع القطعة التانية. اهو. وبعد كده بقى شباب هترفع الحتة ديت عادي كده جدا. وتربط كده. كده تماما شباب. هتلاقي هنا بقى هنا العلامتين دول. هتلاقي طبعا الزر ده. الزر ده لو انت رفعته عند كلمة كاميرا كده بيستهلك من البطارية. وانت طبعا مش هتشغله على وضع كاميرا. الا ازا شغلت المايك على الكاميرا او على الكمبيوتر. يعني لو انت جدا تساجل منه الكمبيوتر. اما لو انت هتساجل من استخدام اللابتوب او الموبايل. فهتخليها على اوف سمارت فون دي. تمام كده? يعني هتخليه النازل تحت ويكون اللون الاحمر هنا باين. انما لو انت هتشغل على كرت وصوت او كاميرا او على الكمبيوتر هترفع دي الفوق كده هيبقى اللون الاخضر هو اللي باين. وكده يكون بيستخدم البطارية. انما الى تحت كده يا شباب ما بيستخدمش البطارية. طبعا ان شاء الله اول البطارية ما تخلص هعمل فيديو عن البطارية وازاي تقدر ان انت تغيرها وتشتريها. تمام كده? كده كل حاجة في المايك تمام. هنروح طبعا ده الشجاك التلاتة ونصف ميلا يا شباب اللي انت تستخدمه في تحطه طبعا في الموبايل وطبعا الشجاك اللي بيجي معاه ده وقت الشجاك ده لو انت هتوصله على كارت الشاشة او على اصد كارت صوت يا شباب. اسف. لو هتوصله على كارت صوت او على آآ كاميرا فيه طبعا كاميرات بتستخدم الحجم ده من الشجاكات. فبتركبه كده عادي وبتوصله على طوق. انما كده كده هشغله عادي على التلفون. طبعا هو ده المايك يا شباب هو صغير جدا. هنبدأ ان احنا بقى الوقت نركب في البوف فولتر. اهوات ده طبعا البوف فولتر. زي ما اقول لكم يا شباب البوف فولتر بتاع المايك التقليد بيكون ناشف جدا يعني ده طري زي ما انتم شايفين ازاي? هوات يا شباب بتركبه طبعا بالراحة لان ده ممكن انطعه. كده هنركب هوات يا شباب وبعد كده بقى نجيب الماشبك. الماشبك طبعا ده اللي بتعلق المايك في الملابس بتاعتك باستخدامه. هوات يا شباب هنركب بقى الماشبك ده كده. نجيب طبعا المايك وهنحط هنحط الماشبك ده كده. هوات يا شباب. وهنضغط كده. كده هو ركب هوات يا شباب ده ما انتم شايفين. كده بقى تقدر ان انت هتستخدمه. طبعا انا هخلع المايك اللي انا بسجل منه حاليا وهنجرب المايك ده ونشوف فرق الصوت بينه وبين المايك اللي انا بستخدمه. وهو طبعا ده مايك اصلي يعني الاتنين نفس الصوت. تعال نشوف. دلوقتي يا شباب طبعا انا يعني وصلت المايك وحاليا انا بتكلم به وانتوا اقيد سامعين الصوت. ده المايك طبعا الجديد اللي انا بسجل به حاليا. تعالوا بقى نرجع للفيديو. طبعا دلوقتي يا شباب انا بتكلم من المايك الجديد اوات يا شباب زي انتم شايفين هنشد اوات لان طبعا السلك بتاعه لسه ما تفاكش. وعرفوك اداة الشجاج بتاع المايك اللي هو المايك اللي متعلق ده فعشان كده ما بسجلش بقى اوات. طيب يا شباب. عايز اقولكم ملحوظة مهمة. لو انت للوقتي اشتريته المايك ولقدر الله المايك رفون تطلع تقليل. تعمل ايه? بص يا صاحب اول حاجة شركة سوق لو انت دخلت عند تطبع الطلبات في البرنامج. هتلاقي ان شركة سوق بتعرفك الحاجة بتاعتك هتيجي امتى? بعد كده بعد التسليم بيوم هتلاقي ضفولك ميزة اسمها ارجاع سلعة او ارجاع السلعة. بتضغط عليها وبعد كده بيجيب لك شوية اختيارات بيقول لك ايه سبب ارجاعك للسلعة هترجحها لي يعني. فانت بتضغط على اه لو مسلا تالفة يعني لو بايزة هتقول له تالفة لو فيها اي مشكلة تانية او لو المايك فيك هتقول له ان السلعة غير اصلية. وبعد كده هيتوافق على الطلب وتاني يوم هيجي المندوب اللي سلمك المايك هيجي ياخده منك تاني. طيب كده يا شباب نكونوا صناعة ناية الفيديو. هتمنى يكونوا الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو. اشتراك في القناة عشان وصلكم البديوات الجديدة اول باول. هسيب لكم رابط قناة محمود وصاحب المايك ده وصاحب قناة محمود طبعا صاحب يا شباب. هسيب لكم لنك قناته في صندوق الوصف وشكرا ليه بجد لانه يا شباب واللي عمل لي صورة الغلاف اللي انتو بتشوفوها في القناة. شكرا لكم على المشاهدة. كان معكم محمد جابر. السلام عليكم. اشتركوا في القناة